اهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بضفنا النهاردة في المحترف في محلل الكرة العالمية والنقد الرياضي المتميز محمود شاكر هيكون ضفنا النهاردة ونجمينا النهاردة في المحترف علشان نتناقش فيه أو معاه في كل الأضايا وكل ملفاتنا النهاردة مسائل خير عليك محمود مسائل فل عليك مسائل فل علي جميع مشاهدي قناة نادي الأهلي انا دائما بسعيد وانا متواجد في قناة نادي الأهلي ولكن النهاردة انا موجود مع اسطورة في الاحتراف لمنتخب مصر خصوصا جيل بتاعي انا اواخر التاملينات لما كبرنا وبدأنا نتفرج على كرة كان حضرتك طبعا كان في البيك بتاع حضرتك والجيل كله يعني منساش حتى كان اوائل المبارات المشفرة كنت فرج على حضرتك حتى لسه فكر اول ماتش تفرجت عليه على اي ارتي بالزبط الماتش بتاع فردو بيمنا وتشتوتجارد مش متذكر بالزبط حضرتك فيه كرة شلتاة من على خط الجنب سدرب جبت جون الماتش دا كانت لعب 3-5-2 ساعتها لما كنت لعب ليبرو والماتش طبعا التاني انت بتحلل بقى من ساعتها لا لا انا متابع لكرة من ساعتها وماتش التاني شفتوا لحضرتك فاكر الفترة دي كان ماتش 2-0 تاع الشامبيز ديج صيفة شامبيز ديج فاكر رحمة الله حسنا لك ودايما بتنورنا ومشرفنا بقناة النادي الاهلي وطبعا عايزين نتكلم معاك قبل ما تكلم على مباراة السوبر او مباراة الدرع الخارية في انجلترا عايز اخد رأيك عامة في الموسم القادم للبريميليج احنا شفنا الموسم اللي فات موسم اكتر من رائع ما تحددش غير في الامطار الاخيرة طوقعتك ايه للموسم اللي جاي هيكون الموسم عامل ازاي هل هيكون فيه منافسة اخرى غير السنائي ليبر بول المان سيتي هل يعني اديني رؤيتك كده من خلال البري سيزون السنة دي يمكن يا كابتن الموسمين اللي فاتوا بالذات كان الموضوع متلخص في ليبر بول ومانشستر سيتي في المنافسة على اللقب حتى يعني كان ليبر بول بيوصل 100 واحد نقطة منشستر سيتي يقض اللقب بمية واثنين نقطة ولكن السنة دي شفنا برضو صفقات كتير ليبر بول ومانشستر سيتي هم الابرز وهم الاقوى وشفنا في الماتش بتاع الدارة الخيرية طبعا فارقين بشكل كبير جدا عن تشيلسي وعن توتنام وعن منشستر نايتد اللي عنده مشاكل كتير جدا في الصفقات لحد دوقتي أرسنال جاي من بعيد ولكن اعتقد ان المنافسة برضو يكون محتدمة بينهم الاثنين كنت ممكن يقرب من بعيد لبعيد تشيلسي صفقاته لسه بس اعتقد ان برضو المنافسة يكون محتدمة بين الاثنين شفنا في الماتش بتاع بارحك هنتكلم بتفصيل اكتر شفنا ان ده مش ماتش بري سيزون ده ماتش في الميت سيزون قوة بدانية والورك ريت عالي جدا التحامات بدانية كل حاجة ممكن تقول عليها في المباراة لسه هم لسه بدانين بري سيزون اصلا من ثلاث أسابيع وانت بتتفرج كده كنت متوقع هذا الرتم السريع هل كنت متوقع ان المباراة هتكون مباراة فيها تقريبا نديت اكين المباراة بتتلعب على البريميا ليج شفت المباراة زي اجماليا وبعدين نخش في التحليل الفني للمباراة طبعا احنا على كلنا عارفين ان ليفر بول ومنشستر سيتي هم اقوى فرقتين في اوروبا تقريبا يداروا يلعب وضغط عالي لكن الجاهزية البنانية عند ليفر بول كانت اعلى بكتير جدا من السيتي شفنا ليفر بول من اول ديها في الماتش قادر نازل يضغط ضغط عالي بشكل رهيب على منشستر سيتي في اول عشر دقائق منشستر سيتي قابل مشاكل كتير جدا في الطلوع بالكورة فاضطر ان هو يلعب لونج بول على هلند اللي ما قاتتش بصمارة خالص ويضغبك في اول كورة منشستر سيتي في الديئة طيبا ديئة ورقة ديئة الاولى وثلاثين ثانية بس طلوع شوية زادوا نص الملعب حدك عارف العشرين ترتين متر حد نص الملعب دي مجرد ما كورة قطعت من فابينيو وعمل لونج بوس على طول بنشوف ان اي فريق بلعب ليفر بول بيفتح المساحات بيتعاقب بشكل كبير جدا الليفر بول الأجنحة بتاعته بتعمل استريتش للملعب نشوف محمد صلاح على الجهة المين ولويس دياز على الجهة الشمال بفيه مساحات كبيرة جدا بيسرقوا في خط المدافعين لما فابينيو بنعب اللونج باس وطبعا بنشوف فابينيو بنزل يسحب معاه الاتنين مساكين عشان يفضوا المسافة دي كلها تراجع جوارديولا بشكل كبير جدا إلى خط نص ملعبه وشوفنا تامع لعيبة من منشستر سيتي دائما في حدود منطقة الجزاء ولكن ليفر بول بالتكنيك الجديد بتاعه وبالطريقة جديدة اللي بيعملها يورجين كلوب وهي تجميع اللعب ويعمل الكرة العكسية الناحة التانية يمكن شفنا ليفر بول بيقدر يحرز الهدف الأول من كرة كربونية الكرة الأبلية لروبرتسن ضيحها بدماغه قصة كلها يعني بيحصل تحضير في وسط الملعب الكرة بتروح سواء لفابينيو أو سواء لتياجه ألكنترا بيقدر يلعب على طول للكرة العكسية الناحة التانية مشوفنا محمد صلاح كرة الأولانية عمل باص لأليكساندر أرنولد عمل أوفر روبرتسن ضيحها الكرة اللي بعضها على طول محمد صلاح برضو بعد ما تلعبت له الكرة العكسية رجحها لأرنولد أرنولد شوت في الجون وعايز أكلمك على الجزائية دي قبل ما نخش برضو عايز أعرف رأيك بالنسبة للصفقات لغاية دلوقتي بالنسبة للفرقتين الأدوار المهمة جدا اللي بعيبها الباك رايت والباك ليفت بتتكلم على أرنولد وبنكلم على روبرتسن انت بتتكلم آه بيعمله ستريتش كويس للملعب لكن في أوقات كتيرة جدا بنشوف أن محمد صلاح بيخش لجوة بنشوف ان دياز بيخش لجوة وتبقى الأدوار الأساسية بتبقى الأرنولد وروبرتسن كابتا انت تشوفت لنبرح في الجون الأولاني والجون التاني اللي هو جي من ضرب الجزاء لليفر بول بنشوف أن لويز دياز هو اللي واقف على خط حدود 18 روبرتسن هو اللي جوة الملعب ونفس الكلام برضو النحاء التاني بنشوف محمد صلاح بيحاول يهرب من الرقابة فبيطلع بره الملعب وبيحاول يخش أرنولد ده بيعمل ممكن يكون مشكلة كبيرة في اللعب فيه ضهر الباكات ليفر بول ولكن ليفر بول هو أقوى فريق 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 بيعمل الضغط العكسي ما هو الضغط العكسي إن أنا بقدر أسترجع كورة في أقل عدد من الثواني بمجرد فقدانها في نص ملعب فريق الخاص برضو يا كابتناني لو هنتكلم برضو على موضوع الصفقات شفنا مبارح أنا كنت شايف أن فيه توفيق كبير جدا من يورجن كلوب فيه قرار أنه هو يقعد نيونيز احتياطي ومن ناحية تانية شفنا جوارديولا بدأ بيه خلينا برضو خلينا قبل ما نخش في التفاصيل دي قوي عايز زي ما قلت لك لأنه عندنا تفاصيل كثيرة هنتكلم عن مبارح بشكل أعمى قمان ونشوف المدربين قالوا إيه وتقول لنا كمان رأيك فيه البداية الرائعة لمحمد صراح وأرقامه في هذه المباراة بس خلينا نكلم على موسم الانتقالات في البريميال ليج وخاصة على مستوى يمكن فريق كان مخيب للأمال الموسم اللي فات كان المان يونايتد مع إدارة فنية جديدة وإدارة هولندية مع تدعيمات لغاية دلوقتي مش متشافة انت شايف المان يونايتد هل في طريقه الصحيح للعودة بقوة للبريميال ليج ولا لسه الأمور ما تحسمتش بالنسبة للمان يونايتد أعتقد يا كابتن هني بشكل كبير جدا اللي تغير في منشست سنوناتد هي الإدارة الفنية هو تينهاج هو طبعا مدرب أفضل بكتير من المدربين كموجدين السنين اللي فاتت ولكن على مستوى الصفقات والانتقالات على استيحاء جدا يعني شفنا طبعا إيريكسن لعيب كبير وكلام ده كله لكن شفنا المشاكل تعت القلب والكلام ده كله فهو بقاله فترة كان بعيد ما أعتقدش أن إيريكسن ممكن يقدم الإضافة القوية خصوصا أن أنت عندك برونو فرناندس في وسن ملعب ورجعت برضو فاندي بيك في نفس القصة برضو ولكن ممكن يكون شايف أن الصفقة يعني بروميسنج شوية لمنشستر نايتد هي لساندرو مارتينيز اللي جابوه من آيكس أمستردام هو مدافع بروميسنج جدا عنده 23 سنة بيقدر يطلع بكورة كويس في التحامات كويس جدا هنشوف هيقدر يتكيف مع منشستر نايتد ولأ ولكن برضو السؤال أنه يكون مين اللي هلعب الاتنين السنتر باك وراء هلعب ماجواير هو أعلن ماجواير هو القائد بتاع الفريق طب مين هلعب ماجواير وفران ولا ماجواير ساندرو مارتينيز فدي برضو قصة تانية إنما منشستر نايتد ما أعتقدش أنه ممكن السنة دي ممكن ينافس على اللقب لسه ببعيد جدا بشكل كبير جدا ولو أني بشوف أن الفريق اللي ما بيتعرضش لضغط مباراتة على الشامبيوزيج بيبقى مركز في الدورة أكتر ولكن السكواد لسه في مشاكل كتيرة جدا نشوف دي يونج خناءة كل سنة دايما منشستر نايتد من أول مركاتو مفتح لغاية آخر مركاتو في مشاكل زي سانشو قعد سنتين من أول يوم لآخر يوم مباراتي برضو في دي يونج ودي يونج لازم يجي منشستر نايتد لأن الموضوع وصل لطريق مسدود مع برشونة والحد دلوقتي برضو فيه مفاجأة كبيرة في موضوع برشونة برشونة غادة ما قيتش ولا لعيب في ربطة الدوري الأسباني ده بسبب سقف الرواتب والقصة بتاعت أن في قيود معينة بيحطها ربطة الدوري الأسباني يعني بناءة بين نسبة سقف الرواتب وما بين الانكم اللي بيجي أو الدخل اللي بيجي طبعا فين برشونة السنفات ما حصلش على أي حاجة فده أصلا عيب شكل كبير جدا فلازم يمشوا لعيبة اللي بتاخد رواتب عالية فأعتقد أن الديونج ممكن ييجي مانشستر رونيتد ولكن المشكلة في مانشستر رونيتد فيه اللعيب رقم 6 أنا شايف أن ماتتش وفريد مش اللعيبة اللي تقدر سوري مكتوموناي وفريد مش اللعيبة اللي تقدر تشيل مانشستر رونيتد فانشستر بعيد شوية جمهاريته كبيرة والناس كلها قاعدة بس قبل ما نشوف كمان جارديول يمكن أن أنت قلت وسألتك على شكل المنافسة بالنسبة للموسم القادم هل ستبقى منافسة صنعية ما بين المان سيتي وليفر بول أم سيكون عودة لليونيتد قبل ما نشوف يمكن علق عليها جارديول بس عايزة أسألك على موقف رونالدو كمان الغامض جدا بعد غياب على البيتسيزون بيرجع تاني في المباراة يمكن مباراة الأمس كان لعب مباراة لمدة 45 دقيقة وزعل ومشي وزعل ومشي من الستاد بعد ما بين الشوتين لدرجة أن خلاص بعض الناس قالوا أنه رونالدو طلب الرحيل رسميا بحركة يعني برحيله ما بين الشوتين شايف موقفه إزاي وإيه اللي في دماغ رونالدو والله يا كابتن هاني يعني رونالدو أنا حاس أنه هو في أواخر أيامه بدأتا من انتقالاته بقى من يمشي من ريال مدرير ويحي اليوفي في صفقة مفاجأة وبعد كده يمشي من اليوفي روح منشستر يونيتد ولكن اللي بيحصل معالي ومين دول هو بيخسر جمهورية كبيرة جدا من منشستر يونيتد جمهور منشستر يونيتد بمجرد عودة كريستانو رونالدو هم عارفين أنه هو مش في التوب فورم بتاعته وسنه متقدم ولكن جمهور كلها كانت ملتفحة حوله كريستانو رونالدو بيعمل حاجات من وجهة نظر يعني لا طلاق قيمة لها أنه هو بيقلل شوية من كيانه أو من قوته بيأخذ من رصيده بالظبط أنا شايف أن المشكلة كلها ورونالدو عنده مشكلة أنه عاوز يروح فريب يلعب في الشامبينز ديك ليه يا كابتناني؟ وقصة كلها أنه معه 145 جون وليوميسي معه 125 جون فرق ما بينه 15 جون كريستانو رونالدو مهووس بأرقامه الفردية مهووس بأرقامه الشخصية وعرف أنه عمره في الملاعب خلاص على وشك الانتهاء فهو عاوز يوصل لأعلى ريكورد في كل حاجة عشان لما يبطل كرة محدش ولكن طبعا أنا كريستانو رونالدو أنا لعيب كبير قوي اسمي كريستانو لا أدرش أن أعرض نفسي وخلي وكيل أعمالي والإيجنت بتاعي يروح لأندية كتيرة جدا أتلاتكم مدريد وأندية كتيرة وكلام عن نابولي وكلام سبورتنج لشبونا لا أنا شاف أنت أخليه في منشستر يونالدو خلي الناس كمان تقول لك لا إحنا مش عايزينه وصلت طبعا لدرجة أن يمكن زي ما بيقول محمود وكلاء طبعا الإيجنت توع كريستانو عرضوا كريستانو رونالدو على بعض الأندية وطلع التسريحات أو على مستوى السوشيال ميديا بيرفضوا رونالدو تخيل وصل الزمن أن الأندية بترفض انضمام كريستانو رونالدو على مستوى البريميال ليج للموسم القادم خلاص خلال أيام هينطلق وتوقعات الخبراء لكن كمان توقعات المدربين على مستوى طبعا جاردويلا بيقول إيه ويتوقع إيه للموسم القادم نشوف مع حضرتكم بالنسبة لمنافسة بين فريقي وليفربول في السنوات الأخيرة نعم وخاصة نوع المباريات التي يثيرها كلاهما يحاول كلاهما كما تعلم اتخاذ الإجراءات والهجمات المضادة لذا نعم أنا متأكد من ذلك متأكد تماما من أنه كان في السنوات الأخيرة ولكن مع كل الاحترام للفرق الأخرى لدي شعور بأن هناك العديد من الفرق الجيدة في الدور الإنجليزي الممتاز كما تعلمون يمكنها الوصول إلى هذا المستوى الاتصاق الذي لدينا مع الفريقين في المواسم السابقة يدل على ذلك طبعا المنافسة أكيد هكون مشتعلة ما بين الأفضل على مستوى البريمير ليج حتى على مستوى البريسيزون نتكلم عن ليفربول نتكلم عن المان سيتي عايزين نشوف تشيلسي كمان من وجهة نظرك هل قادر على إعادة البناء مرة أخرى واستعادة المنافسة والدخول ما بين ليفربول والسيتي ولا تشيلسي مقفل هيبقى من بعيد من بعد من ليفربول ومنشستر سيتي طبعا شفنا عندك كريستنسن بيمشي روديجير بيمشي لوكاكو بيمشي ولو أنه ما أضفش أي حاجة السنة اللي فاتت ولوكاكو برضو عليه علامة استفاهم كبيرة رجل جيب 110 مليون وطلع عارة بعشرة مليون يعني تشيلسي خسر 100 مليون فقط في سنة واحدة في لعيب ما أقدمش أي حاجة ولكن تبص على سكوات بتاع تشيلسي مفهوش اللعيب السفر اللعيب اللي يقدر يشيل فريق تشيلسي مين أبرز لعيب دلوقتي موجود هو الرحيم ستيرلينج اللعيب اللي كان أصلا مش بيشارك في منظومة جوارديولا السنة اللي فاتت تيمو فيرنر فيه كلام كتير جدا أنه ممكن يمشي برضو نفس الكلام زياش ممكن يمشي يعني دوبا كهو أبرز اتنين لعيب موجودين ممكن نتكلم على مونت أو نتكلم على شيلويل فمش تشيلسي أعتقد محتاج كتير جدا في صفقات قبل ما أمريكاته يقفل ولكن أعتقد أنه هيبقى بعيد كل البعد عن ليفر بول وعن منشستر سيتي يعني ده بالنسبة كبيرة طيب الدخول لكونتي مع توتن هام بالروح الجديدة اللي بسهاها كونتي مع عودة لدوري أبطال أوروبا هل هو هيكون الهدف الأساسي المنافسة على البريم الليج أو هتكون المنافسة على مستوى طبعا دوري أبطال أوروبا هعرف منك الإجابة بعد الفصل فعلا بحضراتكم مرة تانية محمود كنا بنتكلم قبل الفصل على اتكلمنا طبعا أعتقد المنافسة تكون ما بين الستي وما بين ليفر بول كالعادة ولكن من بعيد يأتي كونتي وتوتن هام وانت شايف رايح بالفريق فين هل هيكون التركيز على الوصول لأبعد نقطة في التشامينز ليج ولا كمان الحصول على البريمير ليج أو المنافسة على الحصول على البريمير ليج خلينا نرجع كابتن سانا وارا سيزون اللي فات كونتي هو المدرب الوحيد اللي قدر يكسب ليفر بول ويتعادل مع مانشستر سيتي يعني كسب مباراة وتعادل مباراة من هنا ومن هنا هو الفريق الوحيد اللي قدر يكسب بطل الدوري ووصيف بطل الدوري كونتي مدرب قوي جدا 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 بيعتمد أكتر على الحماس والروح وطبعا التاكسيكس بتاعته عالية جدا مع شوية انتقالات السنة دي لتوتن هام شوفنا بوليزيتش وإنه 33 سنة ولكن أكيد سيبقى إضافه بشكل كبير جدا هاري كين وسون وكلوس فيسكي العيب السنة اللي فات برضو أقدم سيزون قوي جدا فأعتقد أن كونتي السنة دي أنا شايف أنه حاجز بنسبة كبيرة جدا المركز الثالث وممكن يخش مع ليبر بول والسيتي ولكن هو بعيد شوية بسبب فرق السكواد ولكن أعتقد أن كونتي هيبقى ليه رقم كبير جدا السنة الجاية في الدوري الإنجليزي أنه هو مدرب ما فيش مرة بيروح فيها دوري اللي بيعمل فيها إنجازات طيب خلينا نرجع نركز تاني على مباراة ليبر بول والسيتي خلينا نتكلم هل فجأت به هالند كأول مباراة على المستوى الرسمي بعض الناس بتتكلم على صفقة على المستوى البريميلي كان فيها ضجة كبيرة جدا جدا من أفضل روس الحربة في العالم شفت إزاي هالند في هذه المباراة لسه جارديولا بيلعب بطريقة أو اللعيبة لسه بتلعب وكأنها بتلعب بالشاد سترايكر المهاجم الوهمي ده أثر على ظهور هالند بالشكل المناسب على الأقل طبعا بصد كابتان هالند أكيد هالند مفيش حد في العالم كله يختلف عليه هو اللعيب أكتر خطر على أرقام جميع اللعبين زي ليو ميسي وزي طبعا كريسيان رونالدو وزي محمد صلاح برضو في الدوري الإنجليزي لأنه هو لعيب صغير في السن ولعيب طبعا بروميسين جدا ولكن أنا شايف اللي حصل أو العوامل اللي خلت هالند يظهر بالشكل ده حاجتين حاجة أولينية هو لسه صغير في السن ضغط الدوري الإنجليزي وضغط ليفر بول وضغط منشستر سيتي والهلومة بتاعت الدوري الإنجليزي والكرة في إنجلترا عموما مش سهلة خالص عليه فلاصل إنه هو دلوقتي راجل جاي بمبلغ كبير جدا 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 فبيزود الضغط عليه العامل الثاني والأهم هو طريقة لعب منشستر سيتي أو طريقة أنا متأكد إنه أكيد جوارديولا عاوز يلعب على إمكانيات هالند لأنه ما فعل شيء عندي هالند وما استغلوش ولكن هالند هو لعيب بيحب اللعب المباشر إن أنا بمجرد ما منشستر سيتي بيطع الكرة وعاوزين التحولات في أقصى سرعة وهالند بيجي في خط الدفاع إنه هو يقدر يخلق الواحد على واحد يزوق بسرعته إنه هو بلعب يمينه وبشمله وبدماغه كويس جدا ولكن ده ما حصلش مشستر سيتي كلنا عارفين إنه هو فريق بيحب الاستحواز يحب يمسك الكرة كتير جدا فده يمكن يؤثر على هالند هالند مش اللعيب الشادو سترايكر اللي هو يقدر يطلع بره التمنتاشر ويقدر يقوم بيقدر يقوم بأدوار الساكند سترايكر لا مش دوره وخلي بالك أنا كنت متابعه في دورتموند دورتموند كان أول لكرة ما بتوصل وبيبقى فيه فرصة لأي لعب وسط الملعب بيلعب الكرة دايرك لقدام على عكس طريقة جارديولا أو المان سيتي حتى لو في نص الملعب عنده فرصة للكرة البينية لا هو بيحاول يوصل بالكرة الاستحواز تتلاب عن طريق محز الناحة التانية فده أثر بشكل كتير والفرص الكتيرة ما وصلتش لهالند طيب ده رأيك عايزين كمان نسمع جارديولا قال ايه طبعا على طبعا تعليه جارديولا على عدم ظهور هالند في هذه المماراة بالشكل المناسب أكيد ليه أسباب نسمحها من جارديولا هالند قوي لقد أضع فرص ومرأة أخرى سيضعها في الشباك إذن ما هي المشكلة لقد حدث ذلك إنها كرة القدم لقد كان هناك وكان لديه هدف آخر غير محتسب لأن الكرة كانت خارج الخط ولقد سجل هدفه لذا فهو يمتلك هذه الموهبة التي سيفعلها من الجيد أن نفهم عقليا أحيانا أنه يحتاج إلى هذا الموقف ليقول حسنا وماذا عليك أن تفعل لذا فهو جيد لست قلقا أو قلقا بشأن ذلك تهننا لليفربول أولا وقبل كل شيء في أول 15 أو 20 دقيقة كانوا أفضل وبعد أن حصلنا على لعبتنا كان الأمر مشابها تماما في آخر 25 دقيقة وتحسننا عندما تركوا المساحة لمحاولة الهجوم في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد حقا وكان الأمر صعبا بعد الهدف وكنا جيدين حقا ضد هذا الفريق الواثق وحتى في الشوط الأول وصنعنا فرصا كافية للقيام بذلك وبعد إجراء واحد كان واضحا ونجحنا بشكل جيد وبعد ذلك تخسر الكرة يقومون بالانتقال والركلة وبعد ذلك كان الأمر أكثر صعوبة وهذا كل شيء طبعا بيتكلم جارديولا على هلند وأنه لعيب كبير وأكيد صبقة مهمة جدا جدا وعلى مستوى وهو طبعا بيحاول يعمل سبورت لهذا اللاعب طبعا لين على المستوى على مستوى الأداء مكان غير مقنع في هذه المباراة برضو عايز أعرف منك تعليقات جارديولا وحمايته للعيب بشكله باخر ورجوعه كمان بتكلم احنا رجعنا للمباراة شفت كمان جارديولا إزاي وهل هيغير من طريقة لعبه لخدمة الفريق وخدمة هلند في بداية البريميال ليج أعتقد أن جارديولا هو ده التحدي الأكبر بالنسبة له دلوقتي وهي التنصيق ما بين إمكانيات اللعيب وما بين طريقة لعب الفرقة مشكلة ده زي ما نتكلم يا كابتا أنه هو رجل بيحب اللعب دايركت جدا هلند في المساحات الفاضية كان يمكن فيه كورة في ديئة التالتة في منبارات درعة الخيرية أول ما دي بروين استلم الكورة هلند سرق فضاء ريفان دايك أنا أورحي انفراده ولكن طبعا دي بروين وقف لعب تاني برناردو سيرفا وجلير الشياري طريقة فهو أعتقد أن التحدي الأكبر لجارديولا دلوقتي هو إزاي خلق طريق التناغم والتناسق ما بين أسلوب لعب هلند وما بين أسلوب لعب منشستر سيتي اللي دايما كان بيعتمد على شادو سترايكر والتحركات في الهوفي سبيسز ما بين أن أنا بطلع الفيرو ده خش مكانه الوينج بشوف السيرلينج يخش جوه خيسه سيطلع لبرة وروتيشن اللي كان بيحصل في الـ 18 فأعتقد مع الوقت الموضوع ده يتحل بشكل كبير جدا وهلند مش عشان مباراة أولانية دي ناس طبعا تاخد انطباة عنه وهلند هيكسر الدنيا أنا متأكد من كده أنت بتلعب ليفر بول ليفر بول جاهز بدنيا عنك ولكن متشاط بقى مع أستون فيلا مع برايتون هتشوف واحد تاني خلص هيا كلهم أنا متأكد من كده وزي ما بقول كمان على مستوى ليفر بول على مستوى نفس المركز نتكلم على نونس طبعا جاي من الدور البرتغالي ولكن ظهر بمستوى أكتر مع الرائع ويمكن في فترات قليلة من هذه المبرأة أثبت كمان أن دخل المكان على طول يعني ما عندوش مشكلة في التناغم ما عندوش مشكلة في عملية التأقلم دخل يمكن أحرز هدف ودعي التسلل وبعدها أحرز الهدف التاني هدف الفوز فبنتكلم على نونس اختلاف التاكتيك اختلاف الأفقار بالنسبة للمدربين هي دي كمان اللي حنقشها بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية يمكن في الإنترو وتكلمنا على طبعا السوبر الفرنسي وكيف فاز باريس سان جرمان على نونت كمان على مستوى السوبر الألماني وفوز باير مونيخ على لايبسيك وعشان نتكلم أكتر على البايرن نتكلم على الكرة الألمانية ونتكلم كمان على ساديو مانيه الصفقة المدوية للبايرن معانا عبر سكايبي طبعا راينارد مورير ده طبعا لعيب كبير جدا في البايرن في السنوات السابقة وكمان لاعب نادي شتوتجرد ودلوقتي حاليا المدير المساعد مدير الفني المساعد ليه طبعا فريق أوكسبورج الألماني راينار مساء الخير بنرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي شكرا لكم وشكرا على توجيه الدعوة مساء الخير عليك كابتن هاني رامزي تحية كبيرة لك وتحية كبيرة لكل جمهير قناة النادي الأهلي لأننا أعتقد أن الأهلي هو أفضل الأندية في الوطن العربي وقارة أفريقيا وهذا فخر لي الظهور على شاشة الأفضل في أفريقيا وتمنى أن يعود الأهلي في قادم الموعيد إلى مستوى المعهود إحنا سعداء راينار بوجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي وكننا بنتكلم أكيد على الكرة الألمانية وبنتكلم أكيد على البري سيزون والاستعدادات وكاس السوبر في الدول الأوروبية وهنتكلم معك على فوز البايرن على ليبسيك شايف البايرن إزاي هل سيستمر البايرن في حصد البوندزليجا بسهولة عايز أعرف رأيك في دوت وعايز أعرف كمان رأيك في ساديو ماني ما هي الأجواء وأصداء أو ردود الأفعال على مستوى الجماهيري حتى لقدوم ساديو ماني من ليبربول بكل سهولة نتحدث عن مباراة السوبر الألماني دعنا نبدأ بمباراة السوبر كانت مباراة رائعة من جانب البايرن أعتقد أن في الجيم الثاني على الشوط الثاني كام لايبسيك بعمل مباراة لكن كانت انتهت الأمور لكن خمسة ثلاثة كانت نتيجة صعبة على جماهير لايبسيك الألماني الجزء الآخر ساديو ماني شفت إزاي أول تايتل أو أول بطولة لساديو ماني مع البايرن وهل ساديو ماني هيعوض غياب نجم كبير جدا جدا زي ليباندووسكي وانتقاله إلى البارسة شايف إزاي ساديو ماني وهل قادر على تعويض هداف الدوري العلماني المدة يمكن الخمس سنوات اللي فاتوا ليباندووسكي وانتقاله للبارسة لا يجب أن نقارن روبرت ليباندووسكي وساديو ماني لأن كل اللاعبين مختلفين نتحدث عن المستوى ونتحدث عن الأمور الفنية ونتحدث عن الطرق المختلفة لكل لعب لكن أعتقد أن تعويض روبرت ليباندووسكي صعب جدا بالنسبة للبافاري لكن دعني أتحدث بكل صدق عن ساديو سوف نرى إذا سيقدم أشياء مختلفة مع البايرن ساديو ماني في الموسم القادم لكن بكل تأكيد سيكون إضافة للفريق البافاري وأعتقد أن سيكون صدق كبيرة ومهمة للفريق الألماني لكن إذا ما تحدثنا في الأيام الماضية كما ساديو ماني بعمل بطولة كبيرة وهي أول بطولة يحصل عليها اللاعب على الفريق البافاري لكن لدينا لاعبين آخرين ككومان واتوماس مولر سيكونون بجانب ساديو ماني وسوف يكونونه كثيرا على الظهور بمستوى رائع مع الفريق أعتقد أن اللعب بجانب هؤلاء اللاعبين أتحدث عن كومان ومولر سوف تشاهد نسخة قوية للبايرن راينرد مع الأسماء الكبيرة التي تقولها إضافة للجنابري نتكلم على كلها أسماء كبيرة سانيب تتكلم على كلها نجوم كبيرة جدا ولكن السؤال الذي أسأله لك هذا ليس من عادة البايرن البايرن دايما وأنا عارف أن القرى الألمانية في الصفقات لا تجيب صفقات بمبالغ كبيرة عايزة أعرف الصفقة الكبيرة دي لخت بصفقة قدرت بحوالي 80 مليون يورو وانتقاله من يوفينتوس للبايرن هل البايرن غير من الاستراتيجي بالنسبة لانتقالات اللعيبة وبدأ يخش في صراع الكبار بأرقام كبيرة ويعني زي ما بقول أول مرة يمكن من سنوات طويلة أن فارق البيع والشراء في المركات وأن البايرن بيخسر يمكن صرف ملايين كتيرة جدا عايزة أقول لك الرقم بالضبط يمكن باير ميونيخ صرف 137 مليون يورو على التدعمات وعملية البيع تمت ب58 مليون يعني فيه خسارة تقريبا 57 مليون يورو في انتقالات اللعبين للبايرن هل ده استراتيجية جديدة هل البايرن الهدف الأساسي الموسم القادم هو الحصول على دور الأبطال؟ بكل طبع نعم وبكل تأكيد هو الهدف الوحيد للإدارة الألمانية وإدارة البوفاري وهو الفوز ليس فقط بكأس ألمانيا أو السوبر الألماني لأن هذه القوش كان يفوز بها فريق مثل بروسا مونشين جلادباك لكن هناك أيضا فرق وصلت للكوارتر فاينال لكن أعتقد أن النسخة القادمة من الدورة المالية ستكون قوية وأعود إلى السؤال الذي سألته وطرحته بالنسبة للأمور المادية والأمور المالية أعتقد أن كل الأموال التي صرفت على اللاعبون والفلوس أيضا الذي تم من خلاله بيع روبرت لباندوسكي هذه حدثت موازنة في خزينة البايرن لكن أعتقد أن البايرن في المستقبل سوف يكون قوي وقوي جدا ولن سيكون سهل المنال خاصة في دور الأبطال أعتقد أن الصفقة الأقوى كانت من نجرة نظر هي ديليخت التعاقد مع ديليخت من اليوفي سوف تكون إضافة قوية للبايرن وأعتقد أيضا جرافين بيرش سوف يكون إضافة قوية للبايرن لكن الجميع في بايرن ميونخ يعمل في بيئة كبيرة وبيئة عظيمة مهما كان اسم اللاعب ومهما كان اسم الصفقة كما تحدث معهم المدير الرياضي يجب أن نلعب من أجل البايرن صحيح راينر خليني أسألك سؤال كمان على مستوى البوندزليجا كاملة كمسابقة البوندزليجا يمكن كان لها الشرف أن نلعب في التسعينات وأوال الألفية مع في البوندزليجا وكان يمكن يسبق فقط الدور الإيطالي يعني كان الدور الإيطالي سمي ليه الدوري البوندزليجا أنت شايف كيف يعود تاني البوندزليجا للمنافسة على صدارة الطوب فايف ليج نتكلم على البريميال ليج نتكلم على الدوري الأسباني هل من في المستقبل القريب سنرى كمان البوندزليجا في مستويات تنافس البريميال ليج وإيه اللي ناقص الدوري الألماني لهذه المنافسة أعتقد وراء من وجهة نظر أن البوندزليجا هو نامبر وان هذه من وجهة نظر لأن البوندزليجا دوري قوي ودوري قوي جدا لكن إذا ما حدثنا عن الدوري الفرنسي هناك فقط باريس سان جرمان والأموال التي انفقوناها والميديا وكل شيء وساعد ذلك على الدوري لكن هل دوري الفرنسي أكوى من الدوري الألماني تعتقد ذلك لكن تحدثنا عن الدوري الإنجليزي وأنتحدث عن الدوري الإنجليزي أنت على حق في هذه الأيام إذا ما تحدثنا عن لغة الأرقام ولغة الأموال الدوري الإنجليزي هو الأفضل لا يجب أن أنكر ذلك ما فيه شك طبعا الدوري الإنجليزي على مستوى الأرقام هو الأفضل على العالم وحتى على مستوى المباريات على مستوى المنافسة من هنا أنا عايز أسألك. هل احتقار البايرن للبونتزليجا بيعطي شيء من الملل وشيء من عدم الاهتمام بالبونتزليجا؟ هل دورتموند قادر مرة تانية للمنافسة على التايتل والفوز بالبونتزليجا الموسم القادم؟ بلعب أنت على حق بكل تأكيد البايرن يسيطر ويهيمل. وهذا حق البايرن لكن التحدي مفتوح للجميع وكرة القادم متاحة للجميع. يجب أن تلعب جيم كثير. الشيء الأفضل في الفريق البايرن هو أن البايرن يستمر في حصد النقاط. لأن الدور لا يلعب فقط مباراة رائعة أو مباراتين. لا يعني ذلك أنك سوف تكون البطل. لكن كل شيء متاح. وأعتقد أن هناك العديد من اللاعبين الأقواء في الفريق الأخرى. لكن أعتقد أن البايرن سوف يسيطر وسيهيمن. هذا ليس لصعوبة. لكن أعتقد أن لايبزيك قادر على السمود أمام البايرن ودورتموند. شاهدنا ذلك من مبارات السوبر. برغم غسارة لايبزيك. لكن أعتقد أن البايرن سوف يستمر. ولديه فرصة كبيرة في السيطرة لأعوام كثيرة. طيب. عايزين راينر كمان على مستوى النادي. أنت طبعا مدرب المساعد لفريق أغسبرغ. عايز عرف تطلعاتك للمسلم القادم. وأهداف هذا النادي من خلال وجودك كمدرب مساعد. أهداف المسلم القادم أيه؟ كنت في العام الماضي مدرب مساعد لأغسبرغ. وما زلت. أعتقد أن طموحاتنا طموحات كبيرة جدا. ولدنا العديد من التحديات. وأتحدث دائما مع المدرب. وأتمنى وطموح القادم هو أن أكون الرجل الأول. هذا شعور كبير عندما تكون المدرب المساعد ثم تستوى إزباحها. الرجل الأول. أتمنى أن نحصل على هذه الفرصة. نحن نعمل ونعمل كثيرا. راينر. لسه كان فيه أخبار جديدة عن بعض الأندية في البريميا ليج. براندفورد على سبيل المثال. تطمع في الحصول على خدمات اللاعب المصري. عمر مرموش. شايف عمر إزاي من خلال وجوده في البوندز ليجا. وحصوله كمان على أفضل لعب شاب في البوندز ليجا. شايف إزاي عمر مرموش. هل سيبقى في البوندز ليجا الموسم القادم مع فولسبورد؟ أو الانتقال إلى أحد الأندية في البريميا ليجا؟ أعتقد بالنسبة ليه. كما بعمل موسم رائع على الموسم الماضي مع شتودغارد. كان في فترة أعرى. وعاد إلى فريق الآن. لكن خطوة مهمة لعمر مرموش إذا ما ترك البوندز ليجا إلى واتفورد. لكن أعتقد أن واتفورد ستكون خطوة سيئة لعمر مرموش. لأن واتفورد ليس في الدور الإنجليزي. واتفورد هبط إلى دور الدرجة الأولى. برينتفورد. لا. هو طبعا الاهتمام من برينتفورد. الوافد الجديد من السنة التي فاتت وقدم موسم أكثر من رائع برينتفورد. رائع مصعوده من الشامبينشيب. لكن أثبت قدارة في البريميا ليج. برينتفورد هو نوتنهام فورس كمان مهتم بهذا اللاعب في البريميا ليج. ومش في التشامبينشيب. أعتقد بالنسبة له أن يبقى في ألمانيا ويبقى في البوندز ليجا. لأن أصبح نجمه ساطع في البوندز ليجا. وأتمنى أن لا يرحل إذا كان يجب عليه الرحيل من الأفضل الله العام بعد القادم. يجب أن يبقى العام القادم. أتحدث عن هذا العام الذي سوف يبدأ خلال سبيع. ثم سينتقل إلى العام القادم إلى الدور الإنجليزي. لأنه يجب أن ينتقل إلى نادي كبير. لأن الأندية التي ذكرته كنوتنجهام فورست وبرينتفورد. لا تليق باسمه. لأن أعتقد أنه يقوم بعمل أشياء كمينة. كالدريبلينج والسرعة والمراوغة. لعب رائع محترف مصري. كوي جدا. عمر مرموش. يستطيع أن يلعب في أي دور في العالم. راينر قبل أن نختم معك. أريد أن أعرف رأيك عامة في الكرة الألمانية والمنتخب الألماني. وهل هانز فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني. قادر على المنافسة لكأس العالم القادمة خلال شهور قليلة. هل المنتخب الألماني على الطريق صحيح؟ دعني أكون صريحة معك. أنا لست بالمشجع لهانز فليك. ولا أؤيد وجوده كمدير فني للناسيونال منشفت. لأن هانز فليك ليس الرجل الأفضل لهذه المرحلة للمنتخب الألماني. لأنه لديه مشاكل تيكتيكية وفي تيكنيكا. أتمنى أن يسمع هذا. لأنه قام بعمل أمم أوروبية سيئة جدا. ودور الأمم الأوروبية أن تشاهدت الواجه الشاحب للمنتخب الألماني. ليس هناك مستوى سابت. تابراينر مين فضلت نظرك للمدير الفني المناسب بعد رحيل لوف. ماذا هو سابت؟ أتمنى أن هانز فليك يجب أن يستمر في هذه المرحلة الأفضل. ليس هناك وقت للتغيير. هانز فليك هو الأفضل. مرحلة التغيير الآن ستكون صعبة لنا. راينر بنشكرك شكرا جزيلا. لاعب بايرن السابق وشتوتجارت والمدرب المساعدة في أوسكبورد. نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الآلي في المحترف. شكرا جزيلا. مدي جامد. بيأبطع بين داس جلاله. وواضح أنه هو من مشجعي البايرن. عايز أسمع رأيك على تعليقاته. خاصة في موضوع عمر مرموش. وهو بيقول أن عمر إمكانياته تأهله أن يلعب في أحد الأندية الكبيرة في البريمير ليج. ليس دلوقتي. يعني يستمر في البوندز ليجا. وكمان سنتين ثلاثة ممكن يكون موجود في أحد الأندية الكبيرة. عايز أسمع إجابتك بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. محمود قبل الفاصل كان معنا راينر. ده المدرب المساعد لأوكسبورغ. وكنا نتكلم على عمر مرموش. عايز أعرف وجهة نظرك في اللي قاله. وهل ينتقل دلوقتي عمر إلى أحد الأندية في البريمير ليج. زي برانتفورد. أو يستمر في البوندز ليجا يثبت أقدامه. وينتقل لأحد الأندية الكبيرة. يعني في الطوب فايف. طبعا ومع احترام كامل الرأيه. ولكن أفضل طبعا أن عمر مرموش ينتقل الدور الإنجليزي. حتى لو فريق مش من الفرق الكبيرة في الدور الإنجليزي. ممكن يكون فيه خوف من الناس كتير جدا من سيناريو أو مصير محمود حسن تريزيجي. أنه هو جاء على الدور الإنجليزي. ما عملش نجاحات كتير قوي من اللاعب. حظه كان وحش في رباط صليبي اللي جاء. بس تريزيجي كمان عمل يعني هو اللي وصله من الشامل شبت لعبيهم. وقدم أتشاط كويسة. على لون جرون ما كانش فيه كونسستنسي. ما كانش فيه استمرارية. حظه كان وحش رباط صليبي. وهو عانى برضه في الأول تريزيجي في المشاركة. ولكن أنا شاف أنه فيه فرق كبير ما بين كان تريزيجي جاي من الدوري التركي. وما بين عمر مرموش جاي من الدوري الألماني. فرق كبير جدا ما بين الدوري الألماني وما بين الدوري التركي. عمر مرموش لعيب هو كل إمكانياته تكون بتاعت الدوري الإنجليزي. ولعيب سريع جدا وعنيف جدا بدنيا. ما شاء الله عليه قوي جدا وسريع. فأعتقد لا هو الدوري الإنجليزي عليه. وبعدنا كابتن نحن نبوص الوقت على الأسامي الكبير أو في الدورة الإنجليزية تلقا كلها ابتدت من أندية الصغيرة يعني طبعا مع الفرق الكبير ومش بقارن يعني واحد زي سادي ومن هي جاي من ساو سامتون قاعد ساو سامتون لعب سنتين ساو سامتون فريم مش كبير بعد كده راح ليفر بول الطوارمة هي دي قصة كلها أن انت ممكن تجيب لعيب واحد ديور الكروب وأنا شايف أنه عمر لايق على البريمير ليج يعني أسلوب لعبه، سرعاته، قوته لايق على البريمير ليج وأنا في راقيه أنه ما ينتقلش دلوقتي للتوبت فايف ليج يعني حتى لو جاله ولادي سنة سنة كمان بس أي خطوة دلوقتي للدور الإنجليزي أنا ما أعتقدش أن يبقى فيها مشكلة ولكن هو ممكن مع الإيجين بتاعه أنه ما يفكروا في السنة الجاية أو صباح ما فيش مشكلة أنه عمل أرقام كويسة السنة اللي فاتت السنة دي كمان برضو يكمل على الكلام ده هتفرق معاه بشكل جبير جداً السنة الجاية الدور الإنجليزي هو يعني حلم أي العيد في كورة في العالم ما فيش شكل، جبت سيرة الأرقام، الأرقام مرتبطة بمحمد صلاح عايز أعرف كمان طبعاً رأيك في محمد صلاح في مباراة المين سيتي ظهور على مستوى الفني، على مستوى الاستعداد، على مستوى كمان البدني وده مهم جداً أنت كمان محمد صلاح بيزهر بشكل أكثر من رأيك شفت محمد صلاح إزاي في المباراة دي محمد صلاح في ظهوره الأول كان أكثر من رائع أنا أعتقد يا كابتن هاني السنة دي موضوعها يبقى مختلف مع محمد صلاح بالفرق مع السنة اللي فاتت خلص محمد صلاح لغاية شهر فبراير السنة اللي فاتت كان جاي ب20 جون من شهر فبراير لغاية لما سيزن انتهى جاب أربع جوان فقط أعتقد أن الموضوع تجديد العقد كان مؤثر عليه في شكل كبير جداً وجود سادي ومانيه كان مؤثر عليه من بعيد لبعيد بسبب طبعاً المنافسة منهم في منتخبات زائد جوه الملعب كابتن محمد صلاح وسادي ومانيه اسمين كوار جداً محمد صلاح فيه كوار كتيرة جداً ممكن تعمل معه مشكلة في حتة الباص أو أن هو يشوت ولا يلعب لأن مانيه من لعيبة لعيب كبير فممكن يتنرفز ممكن يتدايق وشفنا الكلام ده كتير جداً لكن محمد صلاح دلوقتي هو النجم الأوحد ده بيدي له أريحية بشكل كبير جداً هنشوفنا محمد صلاح شوفنا كابتن مورا اللي فاتت هو اللي عامل أسست بتاع الجوني الثالث وهو عامل خلق الفرصة بتاعة نيونيز اللي جاءت دار بالجزاء وهو اللي عامل أسست بتاع أليكساندر أنا بيلعب بمزاج عالي جداً تحس ان هو بيلعب براحته زايد ان هو دلوقتي شايف خلاص موضوع تجديد الراتب ده خلص أنا شايف ان محمد صلاح السنة جاء يلعب بمزاج عالي جداً وأعتقد ان هو كمان في موضوع الأسست ممكن يعدي السنة اللي فاتت في موضوع الأسست اللي ممكن يعملها وبين ما شاء الله عليه في موقف بدني قوي جداً 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 هو محمد صلاح بيعرف امتى يقف خلص وياخد سلبي يبسط نفسه يسافر يأكل امتى كويس يبوز اكل امتى يتمرن امتى طبيعي لده ان هو وصل للستيتش دوت ومعظم اللعيبها حتى بنشوفها ان خلاص الناس دي بتبقى عارفة عندها عندها قبل ما يسافر الأجازة بيبقى عنده البروغرام بيسلموه البروغرام التدريبي انت عندك أسبوع راحة سلبية ما تفكرش خالص في الكورة وبعدها تبدأ تعمل عملية عملية يعني كل واحد بيكون ليه برنامج وده اللي شوفناه مش محمد صلاح بس الرتم السريع جداً من خلال المباراة وزي ما بقولك حسينا ان احنا في في الميت سيزن كمان على مستوى نونس كمان وجوده كلاعب صفقة جديدة بتنزل هل هيبقى فيه سنائية واضحة او خلينا نتكلم على سلاسي مرعب بكلم صلاح نونس ودياز ولا انت شايفت الخط الأمامي هيبقى شكله ازاي كل اول ما نونس جاي كان فيه كلام كتير جداً هل يورجين كلوب هيغير طريقة لعبه بانه بيعتمد اكتر على سرعات اللعبة لدرجة انه قاعد فيرمينيو بقال بيلعب على طول يعله جوتا يعله بيلعب سادي ومانيه وغير طريقة اللعب بسبب لويز دياز دخل سادي ومانيه كفيرود ولعب لويز دياز كجناح ولكن اللي شفناه الممبرار اللي فاتت يورجين كلوب تعامل بزكاء كبير جداً انه قاعد نونس احتياطي عشان يزيل من عليه الضغوط ولكن شفنا اول ما نونس نزل شفنا طريقة لعب ليفر بول اتغارت تماماً بدل ما كان ليفر بول بيحضر الكرة من تحته ويلعب على الأجنحة ومحمد صلاح والدبل باس اللي احنا كنتكلم فيها وتغيير طريقة لعب شفنا ان اول ما كان منشستر سيتي بيضغط ليفر بول اول ما ليفر بول بياخد الكرة بيعمل اللونج باس على نونيز اللي بيسند على طول لمحمد صلاح وبيتحرك على الزاوية ببعيدة ونفس الجون بالضبط الكربوني الجون الثاني اللي هو جي من ضربة جزائع هي نفس الموضوع بضبط ونونيز استلم الكرة لعب لمحمد صلاح محمد صلاح عمله الأوفر وجات في ايد لويز دياز وبالضبط الجوني التالت نفس القصة لعب الكرة الروبرتسون اللي لعبها بالعرض لنيونيز نونيز شفت في مقاومات لعيب هيجيب حاجات كتيرة جدا السنة الجاية لليفر بول هو ده اللي أنا بكلمك عنه ما بين ليفر بول وما بين منشستر سيتي فيه زي ما بنقول تأييف ان انا بحاول ان انا انصق ما بين امكانيات اللعيب عندي لان كان فيه تخاف كبير جدا لاني نونيز لما جينا نشوف ارقامه الرجل جوة 18 95% من ارقامه جوة 18 بيشهد بس ما بيعملش اسست ما بيبصيش ما بيلعبش الكرة بتاعة ليفر بول اللي احنا دايما بنشوف مهما حد بيعمل عليهم في المساحات ليفر بول بيقدر يباص كتير لغاية لما يقدر يلاقي صغرات لا شوفنا الكلام ده مختلف تماما نونيز بيسلم الكرة بيستلم الكرة بيحاول يسحب اتنين من المساكين معاه ويسلم الكرة ويتحرك على طول في ظهر الدفاع على الزاوية البعيدة فهي دي طريقة ان انا بنصق طريقة لعبي مع امكانيات اللعيب اللي عندي فنيونيز هيبقى صفقة برضو مهمة جدا جدا شوفناه في السنة اللي فاتت في ماتش هو معتقد الماتش ده اللي جابه ليفر بول يعني شوفناه حتى في المباراة بتاعة اللي كانت في برتغال عمل مباراة قوية جدا ولكن هو كان بيعيبه شوية نوة ديئة الفرص واعتقد ان خل الفرص الكتير اللي عيبها موجود ليفر بول هيخلي يجيب بجاند ده كل اللي بتقوله بترجع لعب قريت واعين يورجون كلوب ودايما يمكن في الفاصل اتكلمت معك ان صفقات يورجون كلوب خلال الست سنوات او سبع سنوات اللي فاتوا والمشروع اللي عملوا مع لبارتول بعد غياب البريميال ليج 30 سنة بيعود بيفوز بالبريميال ليج وكاسل عن الأندية والدور الأبطال يعني دي عب قريت الاختيار انه في الوقت المناسب بيناء العنصر المناسب جدا زي ما انت قلت لطريقة لعب وانه بيخش بسرعة جدا ويمكن بقول لك علي جاز رغم انه انتقل في الموسم الشت وفي يناير لكن داخل وكانه بيلعب مع لبارتول بقاله سنوات المقارنة ما بين دوت وما بين جارديولا هل انت شايف الاستراتيجي بتاعة يورجون كلوب تتفوقت على استراتيجية جارديولا في عملية انتقاء اللاعبين يمكن يكون الفرق ما بين القصة ما بين يونيز وما بين هالند وما بين طريقة جارديولا طريقة يورجون كلوب يورجون كلوب بيبقى اعتمده اكتر على خلق المساحات والسرعات والمواجهات واحد لواحد ليه لعبته ولكن جارديولا هي هوية منشستر سيتي هي الاستحواز بالكورة والطلوع بالكورة من تحت وطريقة البلد اوب واننا الدخط العكسي ان انا اخذ الكورة اول ما كرة تقطع مني فهي طريقة الاستحواز هي دي اللي اثرت بشكل كبير جدا ان انا اقدر اغير النمطية واقدر اغير التكتك بتاع الفريق اللي بيلعب به بقى له سنين كتيرة جدا فهو ده اللي قلدناك التحدي ولكن ناحة تانية على يورجون كلوب هو مدرب عنده مرونة تكتكية بشكل كبير جدا بيحفظ لعبته يعني هو لعب طول الماتش بطريقة ان انا بقى احضر حضر في حتة وبقى اعمل الكورة عكساف ناحة تانية مجرد ما نيونيز نزل لا بقى يلعب لونج بول على نيونيز عشان يسند لحد من تحت سواء فابينيا او تياجو الكنتارة او حتى كيتا لما نزل ويقدر يعمل الكورة لمحمد صلاح علشان خطر يقدر يخلق المساحة ويتحرك في دار المدفعين فهي كان فيه مرونة تكتكية شوية لان ليفربون مالوش نمط واحد ولكن يقدر رون الجوارديولا هو الطريقته سواء في اي فريق بيمسكه هو بيعتمد اكتر على الاستحواس فهنشوف دلوقتي هاي الجوارديولا هيقدر يغير طريقة لعب هالند وخلي هالند يلعب كورة معه انك انت بتلعب بطريقة بقالك فترات طويلة جدا بتلعب بطريقة اللي هو مفيش عندك سترايكر صريح وهالند ماينفعش اغير كده هالند تسعة تسعة يعني سترايكر صريح وبيعتمد بشكل كبير جدا على الترانزكشن على التحول السريح وده يمكن اللي حصل في مباراة يوم السبت هو كان مستاني انت جبتي لو كان معانا الماتش كنا جبنا لقطات كتير جدا ان في الوقت اللي بيعمل فيه سبرينت عشان ياخد من وراء المدافعين بيقف دي بروين ويلاعب نوردوسيلفا ويطلع الباكات ويبدأ يلعبه عشان يدي طريقة لاب جوارديولا اللي استحواز بشكل كبير جدا اعتقد ان هي هنوص هيوصله الحل اكيد بطريقة ان برضو لان هالند مش من اللعبة اللي برضو تقدر تطلع بره الملعب ويقدر ياخد الكرة ويحجز ويلعب تاني باس ويلعب بكعبه ومش حاجته هو بيحب اللعب المباشر بشكل اكبر فبس اعتقد برضو ان دي هتفرق بشكل كبير جدا في المرتدات مع مرشاستر سيتي في طريقة تنفيذها في التحولات طيب خلينا كمان اكمل لك احنا اتكلمنا على نونز اتكلمنا على هالند خلينا اتكلم كمان على على الشكل الدفاعي على مستوى على مستوى المان سيتي هل يعني قبل ما انهي معاك هل المان سيتي مازال يعاني من الحالة الدفاعية اللي كل الناس بتتكلم عليها واخسارته للبريميال ليج انت رأيك ايه في الحالة الدفاعية حتى الغد في الوقت للمان سيتي في مشكلة كبيرة جدا عند مانشستر سيتي وهي دايما في ظهر الباكات او ظهر المساحات اللي بتبقى كبيرة جدا شفنا مبارح بكل سهولة فيرمينيو وشفنا بكل سهولة نونيس بيسحب معاه الاتنين سنترباك بيطلعوا معاه بشكل كبير جدا وطبعا عشان طريق جورديولا انت لو نبص اول ما جورديولا بيمسك الكورة بنشوف ان برناردو سيلفا بينزل مع الاتنين مساكين ونشوف كانسلو وولكر بيزيدوا بشكل كبير جدا وممكن يخش جوات 18 فده بيخلق مشاكل كبيرة جدا زاد ان واحد زي اكي اللي كان بيلعب بارح مع لويس دياز هوه لعيب لعيب يعني اوفر ريتد جدا من فاش يروح منشستر سيتي واعتقد ان ستونز هو الافضل فمنشستر سيتي دايما هيواجه مشاكل كل ملاعب مدربين المان المدربين التفاوقوا على جورديولا هم مدربين اما سواء تخل في الفاينال تشامبيزيج وسواء ايربن كلوب التفاوق بشكل كبير جدا على جورديولا صحيح احنا منتظرين انطلاقة البريمير ليج بفارق الصبر لكن طبعا احنا بنشكرك شكرا جزيلا محمود نورتنا وشرفتنا انا نسكت جدا ان كنت بحدك النور ده شكرا شكرا جزيلا لوجودك شكرا لحضراتك ودي كانت نهاية حلقتنا النهار ده من المحترف يوم جديد وحلقة جديدة يوم الخميس ان شاء الله مع المحترف